المواقع التواصل الاجتماعي الإدمان تحتاجها نعتبرها لا نعتبرها إدمان لأن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر سلاح دو حدين خاصة بالأطفال لأنها تحتاج لمراقبة من طرف الأولياء ولكن للأسف الشديد نلاحظوا بالأولياء هم اللي رمي عرضوا ولادهم باشي صدير اللي يشيروا لهم هواتف النقالة لغارت 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 صدير اللي يشيروا فيهم وما يديرونجوهم شو يتعناهم منهم ويقول لك هو هذا هاتف نقال يقول لك يرى عند ولي ما غادش يجيب له دونجي صدير حيبين شوالي يجيب له دونجي غير مباشر بل اكتر ما الدونجي اللي راه قدامك حنا نتمنى إن شاء الله الوالدين يراقب ولادهم خاصة الأولاد صغار بسك هم اللي راههم يأطروا بصيفة غير مباشرة كذلك على المجامعة وباش نقول لك نستغنى على الواسطة ومواقع التواصل إشماعي من المستحيل باش نستغنى على المواقع التواصل إشماعي لأنها صارت دائرة العالم هاردرت عقرياء لك احنا نقوله الوقاية خرم العلاج هي اللي يلزم توقي الحاضر والوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية وهدي مشي مهمة تح إنسان واحد ولا هدي مهمة مشتركة تعناقها لا يريد انسان ولا تعرفها ولا تشوفها في المواقع التواصل إشماعي تنسحها ولا هدي من باب الدين والمبادئ والأغلاق نحن منسحنا مسلمين ونقوله نحن نقوله عن خطأ أخطأ زي ما فيها لكن إنسان يسيله ماكسيما يقلل من هذه الأخطأ وإن شاء الله غير خير لبلادنا وتحيير جزيرة راك حاب تتنقل بكل أمان وأريحية ولمحبيت ووقت محبيت؟ ياطير سيرفيس ما راحش تلقى خير منها واش راك تستنى؟ طلع لأبليكاسيو وسجل نفسك طريقة سهلة اكتب الإسم واللقب الإيميل رقم الهاتف تاريخ الميلاد الجنس بكر ولا أنثى يلحقك أسماس في الرقم اللي سجلت بيه دخل الأرقام الموجودة في الأسماس وبدأ أول رحلة تعكي معانا واقتنم التخفيضات اللي توصل لحتى الخمسين بالمئة معايا طير جا عن طيرو زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر